موسيقى شاهدينها الكرام أهلاً فيكم في عامر بوجودكم ونعتذر عن الانقطاع والتأخر في الفقرة لظروف خارج عن إرادتنا بعد أو خلال العاصفة السلجية هدى وبعدها مقولات كثيرة دولوها الناس منها ما يعبر عن شعورهم بالزهأ والملل والضجر يعني من الوضع اللي عاشوا خلال العاصفة سواء أنهم فترة طويلة انقطعوا العمل أو فترة طويلة كانوا في البيوت ما قدروا يطلعوا ويمارسوا أنشطتهم الطبيعية بالمقابل هناك سلوكيات كثيرة برزت خلال هذه الفترة حتى في مقولة دولوها كثير ناس لما يدوب التلج ببان الكرش إشارة لإقبال على تناول الطعام والشراب في خلال هذه الفترة الناس قاعدة في بيوتها فبالتالي بيصير عندهم وقت فراغ ما بعرفوا كيف يستغلوه بطريقة غير الأكل والشرب والاستمتاع مثلاً باللي بقدروا عليه كيف يمكن خصوصاً إحنا مشاهدينا يعني توقعات الأرصاد توقعات الطقس أنه ممكن تكون منخفضات أخرى في الطريق فكيف ممكن هذه الفترة فترة المنخفضات فترة الجلوس في البيت لما تكون العائلة منتمة والأبناء في البيوت خصوصاً في الإجازة كيف يمكن أن تكون فترة إيجابية لصالح الأسرة كيف يمكن أن نخفف من بعض التأثيرات يعني ممكن تكون ناشئة عن هذا الوضع كل هذه المحاور وغيرها مشاهدينا في حوارنا مع الاستشاري الأسري الأستاذ مراد حلايبة أهلا وسهلا فيك أستاذ مراد أهلا وسهلا ويعطيك العافية حمد للعاقل بعد الأزمة يعني أستاذ مراد يعني بتأكيد أنت عايشت وشاهدت كيفية تفاعل الناس مع هذا المنخفض المقلات اللي دولوها في وسائل التواصل الاجتماعي أو تدولوها فيما بينهم فبداية كيف تشوف تعامل الناس مع هذا الوضع كيف كانت الأجواء بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد بوجودي معكم في هذا البرنامج يعني وزي ما ما شفناكم أهلا سهلا فيكم ولا تأنيا نحن أن يكون عامة بخير يعني إن شاء الله بما سمت هذه الظروف الجميلة أكيد هي كانت الإجازة مش متوقعة تماما فيفكرة أنه فجأة الإنسان يحصل على إجازة مدتها خمسة إلى ستة أيام ما يكون شيء يخطط له ولا شيء يعني مستعد له بشكل جيد بالإضافة أنها هي إجازة تجبر الإنسان يكون في داخل البيت معظم الوقت محقور نعم نعم ودنيا شتاء والنهار قصير فبهذا بحد ذاته كلها يعني كلها بتأثر عن إنسان سلبا وبتعطي يعني مساحة من النشاطات المنزلية فقط يعني صعب أن يعمل أي شيء ثاني فبتجد أن الناس يعني انسجاما مع هذا الوضع معظمهم يعني مضوها إما في نشاطات في داخل البيت فقط يعني مثلا الأكل اللمي مع الأهل النوم يعني ما نبالغش إذا حكينا أنه في بعض الأشخاص عاشوا حالة من البيات الشتوي هيك شوية يعني أكل ونومه فقط في أشخاص ثانيين لا يعني يحاولون هم ينشر وقتهم بأشياء مفيدة يعني فيه يكون عندهم مثلا هوايات مؤجلة أو مشاريع مؤجلة تأجلت كثير فاستغلوها فجأة هاي الوقت اللي عندهم فاستغلوها باقي الهوايات ويعني إذا اللي بتداول مواقع النشاط الاجتماعي والسوشيال ميديا وكذا بشوف أنه كيف الناس تفاعلوا مع الموضوع صحيح صحيح وحجم السخرية اللي كانت موجودة يعني فكرة أنه والله مع انقطاع النشاطات ومع العطلة تعرفت على أهلي لأول مرة كتشبت أنه مناس كويسين وأشياء زي هيك يعني وإن كانت أحيانا فيه هناك بعض المشكلات اللي حصلت يعني بسبب كثرة وجود يعني خليناحكي وجود الناس كلهم في البيت عدم وجود أي شيء آخر يعملوا بزيد من مساحة الالتقاء بينهم أحيانا بطريقة بتوتر بينهم والإحكاك أممكن سبب توتر لأنه فيش إشي محدد يعملوا فهذا بيخلي أنه مثلا الزوج اللي غايب عن البيت في معظم الوقت الآن بدأ يدخل في تفاصيل حياتية قد تزعج الزوجة شوي بالتأكيد فكرة أنه روح أعمل لك إشي مفيد مثلا طب شو أعمل إشي مفيد طب أنت عندك امتحانات طبهم يتأجلوا التوتر لامتحانات عندهم مضوح لامتحانات كل هاي الأمور ممكن أثرت على الجو العام للناس نعم هي الفكرة سيد مراجحة بايبة أنه يعني هذه الفترة خصوصا أنه هناك تبقعات رح تكون في فترة أخرى كمان من المخفضات يعني وإجمالا فترة الشتاء نسمع عن مصطلح الكآبة الموسمية أنه في ناس خصوصا في فترة الشتاء لما يقل النهار يقل ضوء النهار بصير عندهم نوع من الكآبة نوع من قلة الحركة نوع من الخمول فتعطينا نبذ عن هذا الموضوع وكيف يمكن الإنسان يتعامل مع هذه الفترة هي الفكرة الجميلة يعني اللي تطرقتي لها هلأ ممكن لو إنسان فينا يراقب نفسه ويراقب الآخرين لاحظوا أنه فيه شخصيات نهارية وفيه شخصيات ليلية يعني فيه ناس بتكون أفضل أحوالهم من فترة النهار بحبوا يصحوا الصباح عادة معظم نشاطهم بيكون نهاري مرتبط بالشمس مرتبط بالنشاط بالحركة هذولا بيبدأوا عادة يومهم بكير بيشتغلوا بدري وجرد ما تليل الدنيا بتجدينهم بميلوا للخمول وللكسل وما يعملوا شيء هذول الأشخاص بيكونوا بإحسن مزاجاتهم في النهار وبإحسن مزاجهم في الصيف غالبا بالتأكيد نهار أطول وفي المقابل فيه ناس ثانين بيكونوا ليلي يطبع هذولا بيسميهم الناس لهم مشفت بي نعم بيحبوا عادة نشتغلهم من فترة العصر للليل أنا واحد منهم بالمناسبة نعم يعني بميل عادة أنه بتكون حياتي شوي من الجزء المتأخر الليل بالنسبة لي بعطيني طاقة أكثر يعني بحس حالي تهلا بغطة شتاء بالنسبة لك أحسن حالاتك مش ما يكونش الجو بارد كثير نعم يعني أنا من الناس اللي نعم بيميلوا للشتاء أكثر من الصيف بيميلوا للليل لهم يشتغلوا بالليل أكثر من يشتغلوا بالنهار مش أني أنا بكره النهار لكن لا يعني بحس أنه بيعطيني مساحة من الخصوصية والقدرة على إنجاز الأشياء أكثر فإذن في عنا نمطين أكثر من نمط للشخصيات في ناس بيميلوا للنهار في ناس بيميلوا للليل في ناس بيميلوا للصيف في ناس بيميلوا للشتاء على اللي عادة بيحبوا الصيف بالشتاء وبالليل بتجدهم الضايقين بالذات لما يكون الجو بارد جدا يعني هذول هم عادة بدخلوا بحالة الكآب اللي سببها البرود الشديدة نعم يكون مزاجهم متعكر لأنهم بحبوا دايما يطلعوا بحبوش الحبسة بميلوا للعمال اليدوية بميلوا للسلطة بميلوا للأوامر عمل هيك سوي هيك ما بحبوش الأماكن المغلقة فهذول هم العادة مشاكلهم تكثر في الأماكن المحصورة نعم بالنسبة لهذه الفئة وغيرها من اللي شعروا سواء كانوا سيدات أو رجال حتى في أبناء ممكن يكونوا يتعودوا على نمط معين يكون في حركة وستمتاع خلال النهار الآن وجدوا نفسهم محصورين أو بشكل عام الأسرة وجدت نفسها أنه هم مضطرين يكونوا 24 ساعة مع بعض فأبرز الإيجابيات الممكن تنشأ من هيك وضع وأبرز السلبيات الممكن تنشأ من هيك وضع وكيف ممكن نستغلها أو نتفاعل ونتعامل مع الوضعين بطريقة إيجابية من أبرز الأمور الإيجابية اللي ممكن تنشأ ما بين الناس نتيجة الاحتكاك المباشر بينهم اللي هي الفرصة اللي ما بتوفرش عادة في الأيام العادية مثل هذا والله في الشغل وهذا في دراسته فهذا كذا فلما يجتمعوا كلهم مع بعض هاي بتعطيهم فرصة لزيادة المساحة التحوار بينهم النشاطات المشتركة يعملوا إشي مشترك مع بعضهم في المقابل إذا ما كانوا شم أصلا بينهم اهتمامات مشتركة نسبة التناقض والتنافر بينهم رح يزيب بالتالي هو مش وجود الناس مع بعض اللي يعتبر إشي إيجابي أو إشي سلبي هو مدى تشابههم واختلافهم فإذا كانوا متشابهين واجتمعوا مع بعض أكثر رح يحسوا بالانجذباء أكثر نعم لكن إذا كانوا هم أصلا متنافرين لما يجتمعوا مع بعض إذن طبيعة المشكلات رح تكون أكثر فالكثرة الالتقاء بتبين بتخلي الشخصيات أوضح بتخلي الطباعة أوضح لذلك يا بتكون أحسن يا بتكون أسوأ لكن من الطرق اللي ممكن تخلي الناس يتخلصوا من المشكلات الناتجة عنها اللي هي هذا اللقاءات الطويلة لهم يعملوا إشي مع بعضهم نعم يعني أحيانا مش قضية اللي هي قضية الاجتماع المكاني فقط أو الاجتماع الزماني مش إنه مثلا والله مجتمعين هم بنفس المكان بس هذا ماسك تلفونه وهذا ماسك كوميوتره صحيح وهي الظاهر الأبرز فراحة لكل واحد قاعد على جهازه أو إنه شيء الوحيد بيعملون إنه مثلا في صنية شاي داخلي في صنية صحلب طالعة ماشي ظاهريا هم بيعملوا إشي مع بعض بس هم ممكن يكون ما بيعملوا إشي مع بعض لذلك لذلك دائما في بينهم نشاطات مشتركة مش فقط يجتمعون بنفس المكان لازم يكون في بيعملوا إشي مع بعضهم ولذلك كل ما يعني من المعروف برشد يعني هي الفكرة واضحة كثير ولا الناس ولا لا لكن كل صفة أو فعل يميل أي شخصين للقيام به معا بتزيد نسبة الانجذاب بينهم بنسبة حوالي 2% نعم فكل ما كانوا في شخصين يعني خلينا نحكي مثلا 25 فعل أو صفة مشتركة تقريبا بتكون الغالبية من حياتهم أصبحت متشابهة فخلينا نحكي مثلا إذا في شخصين بيعتبروا أننا فيش بيننا مثلا الحياة منسجمة فيش بيننا نشاطات مشتركة ما نحن نحكي عننا أشياء قليلة جدا كلما زادت نسبة الأشياء اللي بيشتركوا فيها كلما زادت التقارب ما بين الأشخاص هذه فكرة جميلة أستاذ مراد يعني ذكرتها قبل قليل حتى ممكن تكون طريقة أنه تزيد مثلا انسجامة مع شخص الآخر سواء كان زوج سواء كان ابن أو ابنة أو حتى جار أو قريب أنه تزيد الأنشطة المشتركة اللي ممكن أنتم تنين يعني الطرفين يستمتعوا فيها صحيح ربما يعني هذه تكون فرصة بالعكس يعني لأصلاح العلاقات وجود الناس مع بعض هي فرصة مثلا للقراءات المشتركة ممكن يقرأوا أشياء مع بعض ممكن يتعلموا أشياء مع بعض ممكن يتابع بعض البرامج اللي بحبوها ممكن يرجعوا للألعاب اللي كنت لعبها زماني يعني للألعاب اليدوية للألعاب العائلية اللي يبدو أنها شوي شوي بدأت تختفي وصارت بدالها صارت للألعاب الإلكترونية لكن مشكلة الألعاب الإلكترونية هي تصنع فردا مستقل هو بلعب من بسر لكن ما فيه تفاعل ما فيه إشي مشترك يعني لو إحنا جبنا خمس أو ست أشخاص كل واحد فيهم ماسك كمبيوتر وبالعب الليلة حاله فعني أنهم مش ما بيعملوا إشي مشترك يعني يعني ممكن يستغلوا التكنولوجيا جديدة يعني مثلا زي البلاي ستيشن أو كذا يعني معاه طبعا نظروا تكون المحتوى نفسه وتبعا اللعبة جيد هاي بتعمل بينهم نشاطات المشترك مثلا ترفيهية ممكن يقرأوا كتب مع بعض ممكن 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 الأزواج ما يجبهم مش هذا الكلام كثير يعني ممكن يجرب شعور أنه يجلي في البيت يشتغل في البيت يعني أنه مدام هو موجود في البيت ليش ما يشارك في هاي الأعمال يعني نعم بتكون النشاط يعني بالنسبة له جديد عليه وبالنسبة للزوجة بتكون راحة خصوصا أن الزوجات شكوا من هاي الفترة إجمالا ربات البيوت الأمهات أنه الضغط عليهم زاد بطريقة يعني كل عطل إلا هم بالضبط وبالذات يعني مع الظروف الحالية أنا بتتكلم يعني قضية الاستهلاك الغذاء والمشروبات زادت صحيح طبعا هذا بالتالي بيستدعي أنه فيه وقت كثير في الإعداد وفيه وقت كثير للتنظيف ويعني ما بعد المعركة يعني بقرة هيك أنا تعليقات بعض الأخوة على الفيسبوك وكذا مثلا اللي بتحكي أنه من أعظم الجهاد في الشتاء أنه الإنسان يجلب ماء بارد صحيح أو أنه نفسي مرة يعني دايما بيظلوا أخويا ومثلا زوجي بيظلوا حكين أنت شو بتشغلي شو بتسوي يعني أنت بس تعال لمدة ساعة إجل الماء البارد تعال شوف يعني صحيح صحيح الله يكون بعض الناس يعني كمان مع الضغفات درجات الحرارة ومشكل البيوت يمكن تكون مدفة الطريقة أنه تكون مية سخنة موجودة بكل الأوقات فهي فعلا صحيح غير أنه الجو البارد نفسه يعني نوعا ما بعكر المزاج يعني أنه بتجد أنه يعني التدفئة نفسه مهما كان البيت مدفة إلا الناس يكون مزاجهم شوية متضايق وبتكثر ممكن أحيانا بعض المشكلات اللي هي ناتجة عن عدم التعامل مع الطريقة طريقة جيدة مع الظروف يعني مثلا في واحد يكون بردان قاعد جنب الصب بول للدفاء وكذا فيجي حد بفتح الباب سكر الباب لش فمشاكل بتحصل لأنه ما إلها ببدأوش يراعوا بالضبط بالضبط هي يعني هي الاحتكاكات أو هي الأشياء السلبية اللي عم بتحصل في البيوت جراء الظروف المختلفة سواء أنه جواء باردة أو سواء أنه في فترة مفاجئة لتقوا يعني أو اضطرروا التباجد لكن بدنا ناخد نحاول يعني قدر المستطاع حتى برضه للمراحل المقبلة لشفيات المقبلة أنه كيف الإنسان يكون مهيئ يتعامل مع هاي التقلبات أو يتعامل مع هاي التغيرات يتعامل معها بطريقة حلوة يكون مستعد لإلها بنفس الوقت يعني يتكيف معها بسرعة ما يحتاج لوقت طويل لحد ما يتعود لازم يعني فكرة الطوارئ يعني لازم كل إنسان يكون في عنده خطة الطوارئ لتعامل مع المشكلات اللي بتحصل معه نقطة ثانية أنه هذا الفراغ الكبير اللي ممكن يتوفر عند الإنسان فجأة لازم يكون في عنده بعض المشاريع المؤجلة والأشياء اللي بدي يحققها وأتكلم عن مشاريع ما أتكلم عن فكرة إنه فقط تسلية لا يعني مثلا أنه أثلي كل وقت آه في عندي مثلا أنا أنا خلال هذول الشهرين مثلا عندي كتابين ثلاثة بدي أخلصهم في عندي مثلا جزء من القرآن بدي أحفظه بدي أراجع حفظي بدي أشتغل أشياء لشغلي مثلا وهكذا صيانة منزلية توقع بجزء يعني صعب في الأجواء الحالية مثلا ألا الجو مش مساعد لكن خلني حكي مثلا يحط مجموعة مشاريع نحن يخطط لسنتو يخطط لحياتو وحط فيه مشاريع ستاند باي هاي احتياطية إذا توفر لي وقت بروح بعملها فجأة بجيت نفسه أنه عنده أربع خمس أيام فراغ ممكن يستغلها بهاي الأشياء اللي كانت أم أجلها من زمان أنا شخصيا مثلا كان في عندي مجموعة كتب بمجموعة أشياء هيك من زمان بدي أسويها ففجأة وجدت نفسي عندي خمسة أيام فراغ فاستغلتها يعني سويت هذه الأشياء اللي كانت من زمان مأجل نعم نعم هو شيء جميل وهو يعني خضية القراءة تحديدا في كتير يعني ناس داولوا على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي أسماء لبعض الكتب الممكن تكون جيدة سواء كتب إلكترونية أو حتى أفلام مثلا يعني صار هناك في نوع من الاهتمام بثقافة أنه فراغنا يستغل بطريقة سليمة ومناسبة أستاذ فرد حبايبة في نقطة يعني هيكة مقولة بتدولوها الصالحين وممكن نجدها في الكتب أنه الشتاء ربيع المؤمن يعني قضية أنه هذه الفترات أيضا هي فترات مباركة سواء فيها نزول الرحمة من رب العالمين فيها أيضا قصر النهار وطول الليل فممكن تعطينا هيكة إضاءات على هذه الفكرة يعني نعرف فكرة أنه الشتاء قصير في هذه الفترة فهذا يعطي يعني قصد أنه النهار عفوا النهار الشتاء قصير فهذا يعطي فكرة أنه الصوم بيكون سهل بالإضافة أنه برضو الجو بارد فالإنسان ما بيشعر بالحاجة للشرب أصلا فخير مثل الصيف يعني فلذلك هو نعم هو ربيع المؤمن يعني فكرة أنه الإنسان الممكن يصوم فيه ليله طويل فهو ممكن يقومه لفترات طويلة برضو بينام يعني هو مش مثلا في الصيف أنه إذا صح إذا صحي بده يصلي قيام معناته أنه ما ظلش عنده وقت ينام لا عنده الليل طويل ممكن ينام فيه ممكن يرتاح فيه أوقات طويلة ممكن يستغلها في القراءة في العبادة ممكن ينوع حياتنا يعني مختلف جوانبها سواء كانت جوانبنا الدينية أو الروحية الجوانب الاجتماعية الجوانب الصحية الجوانب المهنية ممكن برضو إنسان يطور نفسه في مهنته في ثقافته في اطلاعه ولهذا يعني أنا أدعو كل شخص أنه يحاول يحط دائما يعني دفتر أو خطة للنجاح يعني ما يكون النجاح بنسبه له فقط هو شيء في الذهن لا يكون شيء مكتوب ويكون فيه عنده مجموعة من الخطط اللي بده يحققها لما يكون عنده وقت ففجأة لما يصير عنده إجازة يصير عنده وقت يحاول يستغل هذا الشيء فكل موسم يعني فيه عندنا طريقة ممكن نستغلها فيه بأفضل طريقة ممكن والشتاء كونه نهاره قصير وليله طويل فهذا يعطينا فرصة أنه فيه أشياء معينة تصرح الشتاء أو أسهل بتكون أفضل منها في الصيف مثلا طبعا لا بد من التطرق لفكرة الناس اللي قاموا بأشياء عظيمة فكرة اللي تطوعوا وراحوا ساعدوا الناس وفتحوا طرق وكذا أنا أتكلمش عن الموظفين الله يجزيهم الخير طبعا ما قصروش يعني الجهات الرسمية اللي قامت بذلك أنا برضو أتكلم عن الناس اللي تطوعوا بأنهم يساعدوا غيرهم لصحتهم بتساعدهم يعني يا شباب وهكذا لكن يمكن نسبة كبيرة من الناس ما بستطيعوا ذلك يعني بتكلم عن أطفال بتكلم عن النساء من الصعب أنهم يطلعوا ويساعدوا ولكن أنا بتكلم عن أنه فيه نسبة بإمكانها تقوم وتروح وتساعد سيارة متعطلة يقدم مساعد يعرف أن هذه الأسرة ما عندهم مشحدة أو عندهم مثلا أشخاص مرضى يروحوا يجيبونهم مستلزماتهم يكون فيه مثلا في كل حي فيه مجموعة من الشباب سواء بشكل شخصي أو بشكل منظم بينهم بين بعض يعني حاولوا يساعدوا للأسر اللي عندهم مشكلة مثلا يعني قليل من التعاون يعني أحيانا تجدوا واحد طالع بسيارته ويمكنوا يسأل جيرانه هل أنتوا بحاجة لغاز بحاجة لمي مثلا ماء شرب بحاجة لخبز بحاجة إلى كذا أنه حتى يوفروا على نفسهم عناء التنقل كل هذا يعني يعني يعطي فرصة لأنه هذه الظروف صح لها جانب سلبي لكن يكون لها جانب إيجابي لللحمة الاجتماعية والتواصل الاجتماعي والأجر عند ربنا سبحانه وتعالى نعم نعم حقيقة هذه الفترة ظهرت فيها نماذج يعني مميزة لتقديم المساعدة لتطوع يعني فعلا يعني نتمنى أنه هذه الأشياء تزيد في مجتمعنا الأردني وتصبح يعني منتشرة في كافة المحافظات وكافة الأنحاء ساذ وراد في أيضا سلوكيات يعني سلبية الناس يتعامل فيها مع هذه الفترة كنوع ممكن الهروب مثلا هي إقبال يعني زيادة النوم أو الخمول الإقبال على الطعام يكون كتعويض يعني عن شعوره مثلا بعدم قدرته على ممارسة الحياة بطريقة اللي هو بحبها فكيف ممكن الإنسان يبرمج نفسه أو يتعامل مع نفسه بطريقة أنه يكافح هذه الميول أو هذه يعني حتى فيه ناس مثلا الحبس في البيت قدرتهم للإدمان على مواقع التواصل كمان يعني يعني هناك سلوكيات مختلفة هي مؤشر سلبي على كيفية تعامل الإنسان مع ظرف مختلف فكيف ممكن الإنسان يعني بينه وبن نفسه يقاوم هذه العادات كيف يتعامل معها بطريقة أنه يكون ماعي لإلها ويستبدلها بشيء إيجابي يعني هذا يذكرني يعني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جارب أنه سلوكيات الإنسان ليس لازم ترتبط بالظروف لازم ترتبط بأهدافه وبقيمه اللي هي بتحكمه دائما يعني فكرة الآن أصبح إجازة ليس معناها أن أغير نمط حياتي تماما وأصبح فقط إنسان كسول زي الشخص الذي هو بده يتوضع على نهر فبيسرف في الماء بعد شوي حيجد نفسه في مكان ثاني ما فيه إنما لكن رح يظلوا شخص مسرف صحيح يعني الآن جزء بعد ما انتهت الثلجة في بعض السلوكيات اللي بتكلم الآن عن السلوكيات اللي شفتها بالشارع مش في داخل البيوت اللي ناتج عن آثار ما بعد الثلجة بتعرف أيام لما كانت الثلجة موجود الناس ما كانواش كثير يتقيدوا بقواعد السير فكانوا يطلعوا لأشارة حمراء كانوا يمشوا عكس السير كانوا ما في حدا لأن الظرف مبرر شوي نعم راحة الثلجة في جزء كبير من الأشخاص لا يزال يقوموا من نفس السلوكيات بعتبروا أنه أنه إحنا في ظروف طارئة وبالتالي من حقه يسوي اللي بيدو إياه نعم هاي نفس الفكرة ممكن نجدها في السلوك الناس في بيوتهم يعني فكرة أنه أنا في إجازة وبالتالي من حقي نظرني نايا مرة و 20 ساعة ما أعمل شي شي من حقي أكل زي ما بدي من حقي لا ما هو الإنسان لازم ننظم حياته شوي لو ننقسم حياة الإنسان خلينا نعتبرها سبع مستويات للتعامل مع الأشياء أول مستوى هو احتياجاته إنسان يحصل احتياجاته من أكل والشرب والنوم احتياجاته بس ما تتحولش إلى هي فقط رفاهية نعم الأكل والنوم وكذا هي احتياجة وليست رفاهية لما نحولها رفاهية لما نحولها لهواية لا هون منكون خرجنا فيها عن مقدارها الطبيعي لذلك أول شي احتياجاته وبعدها يفكر بحقوقه من حقه أنه يقضي وقته في أشياء بتفيده وهكذا لكن الإشي الثالث ليس لازم ينسأله هو واجباته في جزء كبير من واجباته الآن هي الثابتة اليومية واجباته تجاه ربنا واجباته تجاه الآخرين ممكن نضيف لها واجبات مرتبطة بهذا الظرف أني أنا أساعد الآخرين اللي زادت واجباتهم مثلا خلال هذا الظرف إذن فيه احتياجات فيه حقوق فيه واجبات بعدها فيه مثلا الرغبات من حق الإنسان يحقق رغباته بعدها ممكن نتكلم عن الترفيه الترفيه برضو مسموح للإنسان مدام هو ضمن ظروفه الطبيعية ومدام أدى الأشياء السابقة بعد ذلك ممكن نتكلم عن الترفيه اللي ممكن ممكن يؤدي إلى الضرر بسبب كثرة المقدار يعني استخدام الترفيه والتسلية جيد لكن إذا زدنا عن حد وممكن يوصل لمرحة الضرر ليش؟ لأنه يصبح عادي عند الإنسان يمكن بشغل مساحة تغلب على مساحة الأشياء السابقة لإله لأنه مدام إحنا إذا نطلع بالتدريج يعني هذه الأشياء هي الأساسيات الحاجات والحقوق والواجبات هلأ ما زاد عنها ممكن يبدأ يأخذ من وقتهاي ومن وجهودها لكن إذا هذول أنا قديتهم وبدأت أسألوا لي وراء ما في مشكلة الآن الترفيه الذي قد يضر هو إشي مثلا خلينا نحكي أن أستخدم مواقع التواصل استخدم التلفزيون لمدة نصف ساعة ساعة في اليوم هذا من حدود طبيعية لكن الواحد يحكي مثلا أنا يوميا بمضع التلفزيون خمسة وست ساعات مهما كان الإشي يتفرج عليه حتى لو كان كويس رح يتحول إلى نوع من الإدمان السلبي رح يعمل له نوع من الكسل نقطة مهمة حقيقة يعني قد يغفل عنها الكثيرين أنه في شيء مثلا أنا بشوفه في البداية مفيد لإلي ويعطيني يعني شحنة إيجابية ويعطيني شعور جميل لكن هو فعليا يعني الإنسان قد بطريقة غير واعية بتمادى في هذا الشيء بدأ يتحول إلى عادات وهذه العادات قد تكون سلبية بالإضافة أنه يعني التلفزيون ترى مناسبة ليس جهاز تسليه يعني هو جهاز فعال نحن ما نشاهده يؤثر على أفكارنا يؤثر على سلوكياتنا مش لازم نتعامل أنه مع التلفزيون مثلا أو الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي كأنها إشي محايد لا هي ليست محايد هي دائما لها تأثير طرف مؤثر حتى لو كانت مؤثرة إيجابية إذا زادت عن مقدارها تتحول لسلبي فيما بالك لما تكون أصلا هي محتوى سلبي نعم نضيف إلى ذلك النقطة الأخيرة النقطة السابعة اللي هي مثلا الأشياء الضرة نحن تكلمنا عن الحاجات عن الحقوق عن الواجبات تكلمنا عن رغبات الإنسان طموحاته ثم المباحات والترفيه بعد ذلك الترفيه الذي قد يضر وآخيرا اللي هو الضرر أو الشيء المحرم الآن هذا اللي بدخله قطعا رح يضر نفسه نعم فبنا ننتبه أنه مثلا الشيء اللي بعمل حتى لو كان أساسا هو مباح إذا زادت عن مقداره ممكن يؤدي إلى الضرر إذا انتقلنا إلى منطقة الحرام هو قطعا سوف يخوض إلى الضرر نعم لا يحتاج حتى إلى التفكير صحي سيدنا مراد هذه النقطة أن ترتيب هذه الأولويات أو هذه الأمور التي الإنسان يعني هو يومه يتوزع عليها هل هناك في أوقات محددة مثلا أو هناك تقسيم مثلا زماني لهاي الأشياء مثلا أن الحاجات كم تقضي أو كم أقريب فيها وقعت احتياجات الإنسان المفروض يمضي فيها من ثمان ساعات إلى عشر ساعات يوميا بما فيه النوم طبعا هيك الوضع الطبيعي يعني النوم والأكل واحتياجاته الشخصية تقريبا نتكلم عن حوالي من ثمان عشر ساعات يوميا بعد ذلك تقريبا ثلث يومه يذهب إلى عمله نعم تقريبا ثمان ساعات يعني سواء كان الشخص موظفا أو في البيت غالبا نتكلم عن أنه ثمان ساعات من يوم وهي تذهب إلى العمل هي واجبات عفوا يعني هي واجبات تضع في خانة الواجبات آآ يعني لأنها تقريبا هي الجانب المهني للإنسان هو الأوضح في التقسيم يعني بقول خلاص أنه بطلع عشر ساعة كذا برجع الساعة كذا يمكن ربات البيوت هذول الثمان ساعات بنسمي له مشوي مشوانحات تماما لأنها فعليا موزعة في كل شيء هو 24 ساعة عشان تكون واضحة تقريبا بظل عد عندنا جوانب مثلا أخرى اللي هي مثلا خلنحكي واجباتنا الدينية والواجبات الاجتماعية والمثلا الثقافة والعلم والمعرفة وهكذا ممكن تشغل حوالي من أربع ساعات إلى ست ساعات يوميا هاي عند الإنسان مثلا اللي بيعمل الطالب راح نعتبر ثمان ساعات المهنية هاي اللي شغلته هي مهنته هي دراسته مثلا هاي مهنته فما يبقى فعليا هو أنه كيف أتحكم بها أنا بسميها البيتزا هاي بقول هذول 24 ساعة زي البيتزا نحن نأخذ ثلث تقريبا ثلث هوا أكثر شوي هذول احتياجات للإنسان للأكل والنوم وهكذا وبظل في ثلث للشغل وبظل في ثلث الآن في جزء منها ممكن يتحول أنه يصبح نكهة موجودة في كل شيء آخر نفعله نعم يعني بقليل الوقت إضافة لكل شيء بيصير بطريقة أجود يعني هل هذا تقصده بالضبط يعني مثلا يعني نحن نتكلم عن احتياجاتنا الجسمية أو وظيفة الإنسان هي ليست واجبات دينية صح؟ لكن بتغيير نية الإنسان تصبح له الأجر على القيام فيها دينيا نعم الآن الإنسان في وظيفته في مهنته هذا لا يمنع أنه يمسك سماعة التليفون يتطمن على أهل بيته ويتأكد لهم مثلا بخير فبكون هذا برضو نشاط اجتماعي طعام الأسرة مع بعضها هذا بحد ذاته هو احتياج غذائي لكن لمتهم مع بعض حوارهم يتحول إلى نشاط اجتماعي فهنا بيجي فكرة أنه الشخص اللي بيحكي أنا معيش وقت معيش وقت فعني مش معندوش وقت هم كل الناس عندهم 24 ساعة الفرق هو كيف يدير هذول 24 ساعة بذكاء بحكمة في معظم الأحيان أسهل طريقة أنه احنا ندير وقتنا وننظم حياتنا كويس أن نحكي لا للأشياء اللي ليس الضرورية هاي أسهل طريقة نعم أنه نحكي لا للأشياء الغلط والحرام نحكي لا للترفيه الذي ليس له داعي ونحكي لا للنباحات التي قد تضر نعم إذا زدناها في المقدار نعم نقطة تير مهمة خصوصا مع الإجازة يعني تحديدا والخلال اللي عم بيصير خلال يعني ترتيبنا الأوقات اليوم سواء عند الطرف المجاز أو عند طرف يعني الهوم الأمهات أو ربات البيوت اللي بيكون أيضا يعني النهاره مختلف أو وقته مختلف بسبب وجود الأبناء في المنزل هذه تقسيم أستاذ براد يعني إذا في مجال كيف ممكن إحنا كمان نوزعها يعني كون السيدات في كثير من الأحيان هم المسؤولين أو هم اللي بديروا شؤون المنزل يعني وبديروا شؤون الأبناء كيف ممكن إحنا هاي الأشياء ننقلها لأبناءنا يكون عندهم نوع من المراقبة لأنفسهم بكافة مراحلهم العمرية مراقبة لأنفسهم إنهم يتحكم بوقتهم بحيث أنه هذا الشيء ما يأخذ حيز يعني هذه الأنشطة ما تأخذ حيز ذات في قاعدة في أحد الكتب يعني لا أذكر بأي كتاب قرأته لكن تقول أنه تعامل مع العمل كما لو كان هواية وتعامل مع الهواية وظروف البيت كما لو كانت عملا نعم شو قصدهم بهذه العبارة قصدهم أنه أنت لما تروح لشغلك مش معنى أنه أنت يعني عبارة عن ثمان ساعات مخنوق لازم تقول لا يعني ولا نضي مثلا ساعتين منهم من أصل هذول الثمانية في النشاط الاجتماعي وفي الضحك وفي نشاطات اجتماعية واستراحة تأخذها وهكذا تغير جو حتى يتحول ثمان ساعات هذول الشيء ممتع في نفس الوقت تعامل مع المتعة وتعامل مع البيت كما لو كان واجبا كيف؟ أني أكتب أكتب شو بدي أعمل نعم مشكلة أنه لماذا مرات نحس أنه الوقت بضيع الفاضلة لأنه ما في تخطيط لحياتنا اليومية لما الواحد يصير في عنده نوع من التنظيم لحياته اليومية مثلا شو النشاطات اللي يبدو يعملها ماشي بخطط لأشياء أساسية ممكن يكون هناك في أشياء إضافية أتركها فراغة لكن نكون مثلا إحنا كأسرة متفقين يمكن في عنا لوحة في البيت و أنا أشجع كل بيت يمكن في عنده لوحة للنشاطات مثلا اليوم واجبة الغداء شو مكوناتها وعيساء رح تنعطى شو فيه إيش نعمله مع بعض اليوم العشاء إيساء رح يكون شو رح نعمل هذا بيخفف كثير من التوتر اللي ممكن يحصل في البيت بسبب أنه نعم خلل في الأوقات أو خلل في تنظيم الأوقات هذه يعني بتعامل أحيانا مع بعض طلاب التوجيهي المشاكل اللي بواجهوها لطلاب الامتحانات في الجامعات قضية التوتر الزائد اللي بيكون عندهم سببها إيش أحيانا بس طرقة الباب يعني فيه منهم بحكينهم شو بتسوهم يعني بتذكر هيك بعض المحاضرات اللي أعطيتها مآخرهم في المدارس إنه شو بيحصل فبكون أي يوم منكم بيحصل مع الموقف التالي بديش هاكل إن شاء الله تسمم الله يأخذني مش عارف إيش فلكتشف إنه يعني تقريبا سبعية ثمانية في المين بواجهو من هاي المشكلة السبب إنه نعم أشياء بسيطة زي الأكل أو الشرب قاعد بيسوهم مشاكل في البيت وبخلي طالب التوجيه هذا بالآخر بديش أكل بديش أقدم الامتحان ليش خلفتوني ليش مش عارف كل ياته بكبر بسيطة قلة التخطيط في الأسرة والأشياء المسيطة وربما الوضوح في هذه الأمور أستاذ مراد حبايب أشكرك أنك طرقت موضوع التوجيه لأنهما فعلا أكثر طرف ضرر بهذه الفترة والله يعطيهم العافية وموفقين ونشكرك أستاذ مراد يعني على شكرا لك مجمل ما تفضلت فيه من معلومات حول كيف نستغل هذه الأوقات وكيف تكون اللمات العائلية فعلا مناسبة ومميزة مشاهدين بما تفضل به الأستاذ مراد حبايب من أهمية التخطيط أهمية التعامل مع الوقت المتاح بطريقة ذكية بطريقة فيها تقسيم للأولويات نختم حوارنا لفقرة عامر بوجودكم نراكم في حلقات مقبلة إن شاء الله في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة